موسيقى مستعدون لبناء الجزائر هكذا قال مناصر الذي انتخب رئيسا لمدة خمسة اشهر في مؤتمر الوحدة بين حمص والتغيير وصرح بالمناسبة ان فكرة المشاركة في المشاورات المعلنة من قبل الوزير الاول عبد المجيد تبون مطروحة وغير مرفوضة مناصر الذي كان وزيرا في احدى الحكومة المتعاقبة يحسب على تيار المشاركة وهو ما قد يفتح باب التأويلات حول عودة حركة مجتمع السلم الى احضان الحكومة خطوة عودة جبهة التغيير الى حركة مجتمع السلم وانباركها الرئيس الحالي مناصر ومقر الذي سيخلفه بعد خمسة اشهر الا انها قد توسع الصراع داخل الحركة خاصة بوجود ابو جر سلطاني وعبد الرحمن سعيدي الذين يدعمان المشاركة في مخططات الحكومة ومنها مشاورة الوزير الاول عبد المجيد تبون بداية الصراع انطلقت بتعديل القانون الاساسي والذي يعتبره من يحسبون على تيار المشاركة تقلصا لصلاحية رئيس الحركة واستباقا من مقر لأي خطوة مفاجئة هي بداية طريق الوحدة بين حمس والتغيير قد تكون نعمة فيما يرجح ان تتحول الى نقمة والبداية بالتساؤل حول المشاركة في مشاورات الوزارة الاولى من عدمها وهو ما قد يحدد مصير الوحدة ومسار الحركة في ثوبها الجديد هل ستبقى في المعارضة ام انها ستتحول الى المولاد